السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تابع القناة تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك وانفعل زر الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن تركيب مهم في اللغة الإنجليزية R U متى استخدمها في اللغة الإنجليزية تستخدم شكل كثير في المحادثة وفي الكتابة نتدرب عليها وعلى استخدامها بشكل صحيح لدينا ثلاث حالات أستخدم بها أو أستخدم فيها R U كمان أعلم U أنت U أنت U أنتما على حسب ترجمتها R بمعنى يكون R U متى أستخدمها كما قلنا لدينا ثلاث حالات R U يأتي بعدها صفة Adjective مثلا Are you hungry Are you hungry? هل أنت جاء? Are you sad? هل أنت حزين? Are you happy? هل أنت سعيد? Are you thirsty? هل أنت عطشان? Are you tired? هل أنت متعب? Are you angry? هل أنت غاضب? إذن مباشرة أستخدم بعدها أدجكتف إذن صفة هذه الحالة الأولى لاستخدام R U إذن R U حفظها بعدها أستخدم أدجكتف إذن كلمة صفة صفة يعني تصف شيء ما أو تطعب ميزة لشيء ما يعني شخص ما أو شيء ما hungry جاء نحفظها hungry sad حزين happy إذن دائما نحفل P أحاول أضغط عشفتين P happy happy thirsty thirsty عطشان tired tired متعب angry غاضب Are you hungry? Are you sad? Are you happy? Are you thirsty? Are you tired? Are you angry? إذن نحفظ الحالة الأولى بعد R U تأتي أدجكتف صفة ونصف بها شيء ما من المهم دائما الكلمة التي لا أعرفها أحاول أكتبها وأحفظها وأحفظ معناها ولفظها أيضا الحالة الثانية لاستخدام R U يأتي بعدها noun إذن يأتي بعدها اسم are you a teacher هل أنت معلم are you an engineer هل أنت مهندس are you a driver هل أنت سائق are you أبيك هل أنت خباز are you a doctor هل أنت طبيب are you a lawyer هل أنت محامي إذن الحالة الثانية بعد R U أستخدم اسم are you a teacher are you an engineer are you a driver are you a baker are you a doctor are you a lawyer لاحظ أستخدم قبل هذه الأسماء A أو أن كما نعلم الأ والأن أدوات تنكير وأيضا بمعنى واحد لكن أن أستخدمها قبل الكلمات تبدأ بحرف صوتي إذن نسمي vowel letters يعني أن أستخدم إذا كانت الكلمة بعدها فيها حرف O يعني تبدأ بحرف O أو A أو عندنا I U E ما عدا ذلك استخدم A لاحظ engineer في عندنا حرف E عند إذن استخدمنا أن بينما teacher حرف T استخدمنا A ممكن شخص يقول لماذا خلص طغطهم حر أيضا ممكن شخص سأل A و An هل لها ترجمة ليس لها ترجمة لكن بمعنى نكرة Are you a teacher هل أنت معلم معلم ماذا لغات رياضيات عربي إذن غير محدد Are you an engineer هل أنت مهندس إذن أيضا لم أحدد لكن إذا أريد استخدم معرف أستخدم بدلا عن A و An أستخدم than Are you the teacher هل أنت المعلم Are you the engineer هل أنت المهندس Are you the driver هل أنت السائق يعني اللي نعرفه أيضا استخدم A و An لسؤلت اللفظ لا سعنا أقول Are you an engineer تصبح صعبة Are you an engineer لا سعنا أقول An Are you an teacher صعبة Are you a teacher إذن بهذا الشكل إذن الحالة أولى كما قلنا استخدم adjective صفة الحالة الثانية استخدم اسم أيضا Are you يأتي بعدها verb فعل والفعل مضاف له ing الزمن present continuous الزمن المستمر أو نسمي present progressive إذن زمن المستمر المضارع المستمر Are you playing Are you playing now هل أنت تلعب الآن إذن بعد Are you نستخدم الفعل play ونضيف له ing Are you playing Are you reading now هل تقرأ الآن يعني حدث يحدث في لحظة التكلم Are you reading هل تقرأ الآن يعني فعل يحدث الآن في هذه اللحظة Are you cleaning هل أنت تنظف Are you swimming هل أنت هل أنت تسبح هل أنت تعمل هل أنت تعمل هل أنت تدرس هل أنت تدرس إذن هل أنت تنظف هل أنت تنظف Are you swimming هل أنت تسبح Are you working هل أنت تعمل Are you studying هل أنت تدرس إذن جميعا ترجمها Are you هل أنت والفعل مضاف له I N Are you playing Are you reading Are you cleaning Are you swimming Are you working Are you studying إذن جميع هذا الفعال منتعب ING أصلا الفعل play read clean swim وضعنا M وضفنا ING عدنا الفعل work والفعل study play read clean swim work study إذن كما قلنا Are you يأتي بعدها adjective صفة Are you يأتي بعدها اسم Are you يأتي بعدها فعل مضاف له ING إذن صفة اسم وفعل مضاف له ING دائما بهذه الطريقة أتعلمها Are you sick هل أنت مريض أستخدم كلمة sick أو كلمة L إذن نفس المعنى sick L Are you a pilot هل أنت طيار لاحظ اسم Are you driving هل أنت تقود أو تسوق في هذه اللحظة إذن صفة اسم والفعل مضاف له ING طبعا الفعل drive حذفنا E وضفنا ING أريد أن أجيب على هذا السؤال لاحظ شخص سألني Are you sick Yes I am No I am not Yes I am No I am not أو اختصرها Yes I'm بدلا عن A أضع أبوستروفي I'm أو اختصر I'm not Are you a pilot هل أنت طيار Yes I am نعم أنا أكون طيار لو أنسألني فعل كون أجيب فعل كون بدلا عن U استخدمت I لا أستخدم IR أقول I am No I am not Are you driving هل أنت تقود أيضا نفس الطريقة إجابتها Yes I am No I am not إذن جميعها Yes I am No I am not لماذا لأن نسألني فعل كون الإجابة يجب أن تكون بفعل كون تماما إذن Are you sick صفة Are you a pilot SM Are you driving إذن فعل مضاف له ING إذن ثلاث حالات لاستخدام Are you الثاني إجابة جميعها أجيب Yes I am No I am not بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن استخدام Are you في اللغة الإنجليزية مع كثير من الأمثلة والملاحظات في اللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لأيك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر